كارتيرون شرب من مية النيل بشكل واضح كارتيرون بقى زينا وكارتيرون بقى شبهنا وكارتيرون عنده كتير في الفترة اللي جاية هبدأ كلامي مع حضراتكم بكارتيرون هبدأ كلامي مع حضراتكم بنادي الزمالك قبل ما نخش بالكلام عن كيروش والكلام عن منتخب مصر كارتيرون في تفاصيل كتير بيعملها مع اللعيبة في كلام كتير بيكون بينه وبين اللعيبة بيحاول يحتضن اللعيبة الجداد الناشئين اللي موجودين في نادي الزمالك بيحاول يعالج بعض الأمور مع اللاعبين بيشتغل نفسيا عالي جدا كرتيرون بالنسبة كبيرة بقى شبهنا مصري خلاص حتى في تصرحاته حتى في كلامه في حاجات بنتفق حاجات بنتختلف ولكن هو من أفضل المدربين اللي موجودين وإن شاء الله في الفترة اللي جاية اللي احنا مهتمين بيها جدا في بطولة أفرخيا يركز مع اللعيبة يركز مع نالي الزمالك ده اللي احنا محتاجينه أفرخيا مش هذار السنة دي في بطولة أفرخيا لكل جماهير الزمالك مهمة جدا 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 في كرتيرون ان شاء الله يطلع كل خبراته يطلع كل طريقة تعامله الجايدة مع اللعيبة يشتغل معهم نفسي وبدني وفني كمان ونقدر نشتغل الفترة الجاية بشكل جيد ننسى ما حدث في بطولة كأس الربطة أو هنقول بشكل أوضح هنتناسى احنا هنتناسى بطولة كأس الربطة كده علشان نركز في الفترة الجاية بس هنتناسى أكتر وننسى أكتر كلما زمالك يلعب كويس زمالك يلعب ماتش حلو هنتبسط وننسى زمالك يلعب ماتش أفضل هننسى أكتر لكن لقدر الله لو حصل تعصر هنفتكر القديم والجديد وهو ده طبيعة حال كل الجماهير بس ان شاء الله نفضل الفترة الجاية بشكل جيد وزمالك يكون جاهز بكل قويته ويوم 12 أمام بيترو أتلتكو ونعمل ماتش جاية جدا في ساتة القاهرة ده فيما يخص نادي الزمالك سريعا جدا عشان أهم حاجة بالنسبة لنا هي بطولة أفرخيا وأمم أفرخيا ومنتخب مصر زي ما قلنا على كارتيرون اللي هو شرب من مية النيل كتير جدا وبقى شبهنا واضح ان كيروش كمان خلاص شرب من مية النيل وبدأ يرد زينا وبدأ يخصف جباهات وبدأ يقول زي المصريين بالزبط زي ما رده قال في المؤتمر الصحفيه يتكلم كتير وقال علاقته نفس طريقة كلامنا كمصريين بدأ تحس كده في طريقة كلام كيروش انه هو جاي ياخد البطولة كيروش تلع عنده دهاء في البداية كده اللي هو ايه نايم الناس نايمنا معاه هدى الموضوع انا جاي اهرج احنا جايين يعني يا رب نوسعد يا ربنا يكرم احنا هنقدر نعمل قدام الوحوش دوله لكن في وقت الجد وقت ما طلع منتخب مصر بتقطب قوته اللي احنا عارفينها طبع منتخب مصر دايما تيشيرت منتخب مصر بيخوف كل منتخبات ولكن الشخصية رجعت القوة الروح الاداء فكمان كيروش قلع القناع وتكلم بالشكل الصحيح وتكلم بالقوة اللي وضحت في اخر تصريحات ليه صراحة اخر اسبوع منتخب مصر معايشنا في ساعدة منتخب مصر معايشنا في حالة عظيمة جدا فنيا واداء وصعود وفخر في كل مكان ولكن الفترة اللي جاية هو دا المهم وهاخد من نستر كيروش بعد لقاء مصر والمغرب لما قال في تصريح مهم جدا قال احنا لو لا قدر الله خرجنا في اللقاء الجاي بقى ما عملناش حاجة احنا اهم حاجة بالنسبة لنا ناخد البطولة قال كل النجاحات اللي عملناها في النص دي مجرد نجاحات توصلنا لكاس لو حصل اخفاق مش هنوصل لكاس يبقى احنا ما عملناش حاجة ولكن ان شاء الله نوصل لكاس ونعمل اقوى شغلة عندنا عندنا اصابات في اصابات ولكن الحمد لله عدينا من الحتة اللي كنا خافين منها وفكرة فيروس كورونا الحمد لله المسحات كلها سلبية كل مساحات منتخب مصر والبعصة سلبية والحمد لله فرقنا جاهز للقاء عندنا الشناوي مش موجود ربنا يرجع بألف سلامة حجازي مش موجود يرجع بألف سلامة ولكن ابو جبل جاهز من نسبة 100% هيكون جاهز ان شاء الله للقاء بكرة احنا عدينا من فكرة المساحات فيعدي الموضوع كده يعدي بالساهة لا ما يعديش بالساهة فتعالى بقى تعالى خذلك كامل حبة عقوبات كده على اقافين لمروان داود على مش عارف ايه على مساعد من كيروش طبعا مش هعزين نركز خالص خالص في العقوبات مش هعزين نركز خالص في الاقاف مش هعزين نركز خالص في اي حاجة ولكن احنا مشينا في الشكل القانوني اجراءات التظلم واضحة وصريحة وده اللي احنا لازم نعمله ولكن مش هعزين نشغل بالنا خالص بالكلام دا مش هعزين ننجح لهم الاستراتيجية اللي هعزين نعملوها فكرة اديهم عقوبات اديهم حكم مش هجبهم دخلهم دخلهم ايه في اي خناقة يعملهم اي مشكلة عشان نخرج نخرج بتركزنا خارج الملعب لا هنفضل مركزين داخل الملعب هنفضل مركزين داخل التشكيل فقط هندعم منتخب مصر فقط عايزين يخرجوا اللعيبة وكيروش بره التركيز واحنا مش معده تماما لعبتنا اكبر من كده لعبتنا مركزة داخل الملعب وان شاء الله الرد هيكون بكرة في تسعين دقيقة ساعة تسعة بتوقيت القاهرة اللقاء قوي كالعادة مفيش لقاء بين مصر والكاميرو نعدة بسهولة مفيش حاجة اسمها زي ما طلعنا وقلنا قبل ما اطش المغرب مفيش حاجة اسمها التاريخ بيقول ان المغرب افضل برضو ما فيش حاجة اسمها التاريخ بيقول ان مصر افضل مطش تسعين دقيقة التاريخ ده تاريخ ماضي حدث وانتهى تقدر تبني تبني انت بقى لنفسك وتقدر تحقق نجاح جديد وتقوي مصر اكتر وتضيف للتاريخ اكتر وحط اسمك في التاريخ اللعيبة لازم تعرف زي ما بنقول تاريخ مصر كبير جدا في القارة الافرقية التاريخ ده صنعوا على عيبة زيك زيهم التاريخ ده صنعوا نجوم حابين اسمهم يكتب في التاريخ فان شاء الله بكرة حداشر راجل في الملعب مهما كامل اللي هيبدأ اسمهم هنضاف في تاريخ القرى المصرية من كل الانجازات ولقاءات كتير جدا جدا ان شاء الله برضو هنعدي عقبة ببكارة جسام هي عقبة يعني خلانا متفقين هي عقبة هنعمل ايه يعني احنا اللقاء اللي فات كسبنا المغرب والحكم معروفة محدش ينكر كده محدش يقول حاجة غير كده واللقاء اللي جاي هنكسب بكارة جسامة وكمان هنكسب الكاميرون ان شاء الله ان شاء الله لكن الراجل ده غريب يا جماعة هو بكارة جسامة هو في حاجة بيننا وبينه يعني هو في حاجة بينه وبين المصريين سواء بقى زمالك سواء أهلي سواء أي نادي بيحكم له في أي بطولة يعيش معانا مش معانا هو غريب انت من مصر اهو هسفر ضدك وده حصل على فكرة في أول لقاء وده كان حاجة غريبة جدا أول لقاء لنا أمامنا يجري يجي حكم لنا لقاء ولا أسوأ ولا أسوأ ضرب الجزاء في توقيب مهم ومش من هنا انا مش من هنا ضرب الجزاء مين انت بتهرج عايزين ضرب الجزاء ما عم فيش انا بكارة الجزاء انت سألت انا اسمي يقلوا من نزل الملعب عرفتنا مين الموضوع غريب جدا 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 في اللقاء زيزو تدخل عليه بكل عنف بكل عنف وسقط ما فكرش حتى يمثل التمثيلية ويروح يشوف الفار يقولك لا والله ما اقتنعتش ما حستهاش لكن ما رحش للفار يعني قالك فار مي ما فيش فار هو يقف كعمل وانتسامع كده ايه بتقوله اجيه اشوف لا جمعا معايش فلوسة تاكسل الحتة دي انا مش هاركب مش هاركب للمكان ده مش هاركب مكروب وزحمة في كورونا وبتاع فمش هيمسل فغريب جدا هو حكم غريب وان شاء الله نعدي العقبة دي ونعدي المشكلة دي لعبتنا جمدين جدا وإحنا كمان اعترضنا احنا جاينا اعترض على كل حاجة بتحصل اعترضنا على تعيين جسامة في وقت مهم جدا حطناهم قدام صورة وحطنا العالم كله قدام الصورة يا جماعة تعالوا شوف بصوا اللي بيحصل وعلى فكرة ده السبب برضو اللي الحمد لله مسحتنا كلها سلبية احنا محافظين على لعبتنا واحفظنا على لعبتنا من أول البطولة ده مهم جدا مفيش الحمد لله لمسحت وطلعت ايجابية في أي وقت فجينا دلوقتي يا جماعة بصوا لو طلعت حاجة ايجابية ده غلب منهم وصراحة وقت ما اقول محافظين على لعبتنا لازم 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 نوجه الشكر تم عالي السفير في الكاميرون سفير مدحة المليجي معالي السفير واستفارة كلها صراحة محاسسين المنتخب اللي هم في مصر محاسسين المنتخب اللي ما فيش عقبات الحمد لله شفنا كل الناس وكل منتخبات بيتكلموا على التنظيم والمواصلات والأوتوبيسات والإقامة وي 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 ولكن معالي السفير مزبط كل حاجة بحزافرها معالي السفير صراحة مش على فكرة مش بس مع اللعيبة يعني هو مش هو مش بس مخلي اللعيبة حاسين اللي هم في أريحية رغم قلة الإمكانيات اللي في الكاميرون رغم قلة الظروف ولكن معالي السفير بيحاول يقدم كل حاجة للبعثة المصرية وده واجب اللعيبة اللي هتلعب ولكن لما قولك الجماهير الجماهير اللي بتروح تحضر وتؤذر وتساند منتخب مصر أي حد تقوله ايه التنظيم يقول التنظيم ده معالي السفير قبلنا أول ما وصلنا وكان معانا لحد ما رجعنا دي في حد ذاتها كبير قوي دي في حد ذاتها معناها كبير جدا 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 من معالي السفير هو بيمثل الدولة المصرية وكمان ده يبين قد ايه ان دولتنا مهتمة جدا بأي حد مصري في أي مكان الكاميرون فيها مشاكل فيها كورونا فيها عقبات فيها إذاء لا أنا أحافظ على ناسي معالي السفير مع الناس من أول ما تحركوا من مصر ومتابع وعارف مين اللي جاي بكل حاجة مضبط الأوراق مضبط هيعملوا إيه بصراحة مجهود عظيم مفيش مرة بنكلم معالي السفير في أي وقت غيره بيكون صاحي مفيش مرة بنكلمه في أي مكان غيره ما بيقعارف كل حاجة بتفاصيلها بكل حاجة بسنيتها فلان راح كذا فلان جي من كذا وتابعنا وعملنا ومين رايح ومين جاي مصرية هو ده اللي احنا متعودين منه صراحة من كل الناس اللي بتحاول تساعد بلدنا ومنتخبنا وأي فرض مصري في أي دولة كل اللي بيحصل ده بالنسبالي نجاحات كل اللي احنا شايفينه ده بالنسبالنا نجاحات ومن النجاحات المهمة جدا ومن أهم الأشياء اللي أنا شايفها حصلت في البطولة دي رجوع الأسرة المصرية ورجوع الجماهير المصرية يلتفوا من جديد حول منتخب مصر من النهاردة ومبارح هيا جماعة بكرة نتفرق فين هيا جماعة نحتفل فين هيا ايه المكان اللي بقى حلو بنتفرق فيه وشاشة كبيرة ونستمتع مع بعض رجعنا من تاني نلتف مع منتخبنا الواطني هو ده الطبيعي ويريت لو نتفرق في مكان نحافظ على نفسنا كمامتنا علشان فيروس كورونا منتشر في كل مكان